اشتركوا في القناة لما هاجر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منورة قالوا والله ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ له علينا ميثاقا فنزل قول الله تعالى ما أقبح حال بني إسرائيل في نقضهم للعهود أفكلما عهدوا عهدا طرح فريق منهم ذلك العهد فنقضوه ورموه وراء ظهورهم فتراهم يبرمون العهد اليوم وينقضونه غدا بل أكثرهم لا يؤمنون ولا يصدقون بما جاء به نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونجد أن الكرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة قد بيّنت لنا غدر وخيانة اليهود للمسلمين في كل زمان ومكان رغم سيادة المسلمين في المدينة على اليهود لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد المواثيق والعهود مع اليهود في المدينة للتعايش ولكن اليهود كعادتهم لم يوفوا بتلك المواثيق والعهود وأخذوا يتحينون الفرصة تلو الفرصة للغدر بالمسلمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فكان أول من غدر من اليهود بني قينقاع والقصة باختصار أن امرأة من المسلمين قصدت يهودي يعمل صائغا من بني قينقاع فاحتال عليها اليهود لتكشف وجهها في السوق فأبد فعقد أحد اليهود ثيابها من ظهرها حتى إذا قامت انكشفت عورتها فلما قامت ضحك اليهود وصرخت المرأة وانتصر لها أحد المسلمين الموجودين بالسوق وقتل اليهودي الذي فعل ذلك فقام اليهود إليه وتكالبوا عليه وقتلوه ولما علم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك قام بمحاصرة بني قينقاع حتى استسلموا وخرجوا من المدينة ثم تلاهم بعد ذلك يهود بني النظير لما حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند دورهم فدبروا خطة بإلقاء حجار على النبي صلى الله عليه وسلم وقتله ولكن الله كشف أمرهم وحاصرهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حتى أجلاهم من المدينة أيضا ثم كان الغدر الأكبر من قبيلة بني كريضة وكان ذلك في غزوة الأحزاب فلما تجمع الأحزاب من قبائل العرب من المشركين وجد بني كريضة الفرصة سانحة للغدر والخيانة بالمسلمين وأعلن بني كريضة نقط العهد والالتحام مع المشركين ضد المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم وكشف الله مكرهم وبعد انهزام الأحزاب تفرغ لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحاصرهم وكان جزاؤهم قتل المقاتلين من بني كريضة وسبي ذريتهم وتقسيم أموالهم بين المسلمين الألف الموجودة في آوة دي اسمها ألف الاستفهام وهي للتوبيخ والإنكار ونجد أن من كلام العرب أو كلما وتفيد التكرار في نقض العهود نبذه فريق منهم معنى النبذ هو الإلقاء والطرح والترك ولذلك يسمى اللقيط منبوذ لأنه متروك وتجل العدل الإلهي في الآية الكريمة بعدم التعميم على جميع اليهود فقال نبذه فريق منهم أخي الكريم إياك وأن تثق باليهود مهما تظاهروا بالإنسانية فهم لا عهد لهم قد يسأل أحد المسلمين هل لنا أن نغضر بمن غضروا بنا؟ الإجابة لا ومن غضر بنا من اليهود فنعلنه بوضوح شديد أنه لا عهد بيننا فالمسلم لا يغضر ولا يخون لا في الظاهر ولا في الباطن قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان أولى بيهود بني كوريضة أن يؤين الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الكتاب السماوي على المشركين فنقضوا عهد الإيمان كما نقضوا عهد المعايشة مع المسلمين في المدينة ومن عقيدة اليهود الفاسدة أن الغدر بغير اليهود لا شيء فيه وفي الآية الكريمة تسريع عن النبي صلى الله عليه وسلم بفتح اليهود وغدرهم وخيانتهم بالمسلمين جزاكم الله خيرا